موسيقى صباح الخير و أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية مع العنوين موسيقى شهيد فلسطيني في جنين خلال التصدي لإقتحام قوات الاحتلال للمدينة موسيقى في أولي لقاء عسكري رسمي نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي نائب رئيس الأركان الإيراني في موسكو واتأكيد دور القوات المسلحة في مواصلة الحوار موسيقى قادة الجيوش في إكواس يجتمعون في غانا اليوم لبحث نشر قوات عسكرية في النيجر موسيقى أفدت وزارة الصحة الفلسطينية بسشهاد الشاب مصطفى الكستوني البالغ من العمر 32 عاما بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال العضوان على جنينة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من سكان المخيم برصاص الاحتلال وأكدت كتيبة جنينة التابعة لسرية قدس أن مجاهدها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على محور البيادر بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة طلبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بالإفراج عن الأسير الفلسطيني ولدق الذي يعاني المرض كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته المنظمة أكدت أن حالة الأسير ولدق تبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون هذا وكانت حالة دقة صحية قد تفاقمت كثيرا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي كانت في مهمة استطلاعية معادية في أجواء غزة هذا ما أكدته كتائب القسام بشأن طائرة أوربيتر كي وان التي سيطرت عليها وللمرة الأولى طائرة تضاف إلى أخرى تمكنت المقاومة في غزة من إسقاطها والاستلاء عليها في ظروف مختلفة خلال السنوات الماضية تقرير أكرم دلول لطالما رأى الإسرائيليون سلاح الجو الاستطلاعي الركيزة الأساسية في عملهم لاستخباري بغزة لكن المشهد اليوم تغير مع تمكن المقاومة من إسقاط بعضها والاستلاء على عدد منها بوسائل مختلفة فطائرة أوربيتر كي وان التي أعلنت كتائب القسام السيطرة عليها للمرة الأولى بعدما كانت في مهمة استطلاعية معادية في أجواء غزة قد لا تكون آخر الضربات التي تتلقاها إسرائيل العبرة والأهم في إسقاط الطائرة هو استخدام المقامة الفلسطينية ما تتضمن هذه الطائرة من معلومات يمكن أن توظف أو تستخدم في أي مواجهات عسكرية قادمة محتملة مع المقامة الفلسطينية في قطاع غز ونظرا إلى طبيعة المسيرة التي جرى السيطرة عليها ويقال إسرائيليا أنها تتبع للشاباك فقد يكون للحدث حساسية خاصة ولسيما أن المعلومات تؤكد أن هذا النوع من الطائرات محمل بالمتفجرات ويتحول إلى طيران انتحاري فضلا عن مهامه التجسسية أعتقد أن هناك في انتباه كبير جدا لدى المقاومة في هذا الصياق وانتباه لحركة الطيران ومعرفة أين تتحرك وبالتالي الحصول على معلومات حول أهداف هذه المسيرات وهذا الانكشاف وهذا الإسقاط لهذه الطائرة يفضح حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو تحدي أمني جديد إذن تواجهه إسرائيل في غزة يقابله شق المقاومة مرحلة مهمة في صناعاتها الخاصة بسلاح الطيران المسير في مشهد بات يربك الحسابات الإسرائيلية هي مزيد من الضربات المعقدة التي تسددها المقاومة الفلسطينية لمنظومة الأمن الإسرائيلي ضربات يجمع المراقبون على خطر تبعاتها في أي مواجهة مقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي أكرم دلول غزة الميادين يتوجه رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إلى تل أبيب لمعينة أزمة الجيش الإسرائيلي مباشرة وفحص مدى تأثيراتها المحتملة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ونقل موقع ولا عن مسؤول أمريكي قوله أن البنتاجون قلق من أن الأزمة في الجيش الإسرائيلي تؤثر سلبا في قدرة رضع إسرائيل وتشجع عناصر مثل إيران أو حزب الله أو حماس على القيام باستفزازات تؤدي إلى تصعيد الوضع وتخوف من أن يؤدي حدوث مزيد من التدهور في الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي إلى إلزام إدارة بايدن بإرسال جنود إضافيين إلى المنطقة إلى ذلك قال رئيس أمان السابق تامير هيمن إن وضع الجيش الإسرائيلي خطير جدا وإنه أصبح جزءا من الانقسام ورأى أنه قد يؤدي إلى اتساع احتجاج الاحتياط أيضا الوضع خطير جدا يكفي أن تستمع إلى ما يقوله المتحدث باسم الجيش إن الجيش ما يزال في كفاءة كلمة ما يزال يعني أننا في وضع يزداد خطورة وعندما يشيرون في الاستخبارات إلى ضرر محدد في سلاح الجو فهنا لا يتم الحديث عن جهة همشية وإنما عن جوهر النشاط العمالني المهني لأمن إسرائيل إلى مستويات جديدة وصلت الأزمة الداخلية في إسرائيل مع بروز تناقض بين المستويين السياسي والعسكري وبعد تحويل سهم الانتقاد نحو قيادة الجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا تضرر كفاءته واستعداداته للحرب من جراء هذه الأزمة نحو مزيد من التفاقم والتعقيد تسير الأزمة الداخلية في إسرائيل فبعد الاعتراف بتأثير الأزمة وانعكاساتها السلبية في تماسك الجيش الإسرائيلي وكفاءته للحرب تحول قادته وفي مقدمهم رئيس الأركان هيرتسي هاليفي إلى هدف سهل لانتقادات وهجمات أعضاء كنيست ووزراء من الاتلاف الحكومي هذا غير معقول كل صباح نستيقظ على واقع أخطر بكثير يتعلق الأمر بماكينة دعائية تدميرية لكل من يقف في وجهها لإيقاف الانقلاب من دون أي قيود أو مسؤولية إدخال رئيس الأركان والجيش في هذا الأمر هو في رأي ضرر لا يقل عن الخيانة في الميدان ولا يمكن تصور خطره على أن الأخطر في صورة الوضع هذه هو ما تعكسه من تناقض وصراع بين المؤسسة الأمنية والعسكرية والمستوى السياسي بما يحمل من تبعات سلبية في ظل حديث محللين عن أن هدف الحملة هذه حرف المسؤولية عمن يعرض أمن إسرائيل وردعها للخطر منظومة العلاقات بين المستوى السياسي والقيادة الأمنية تزداد حدة في شأن الكفاءة والتماسك في وحدات الجيش المختلفة ولسيما الحملة الدعائية التي تتفاقم وتتبلور ضد رئيس الأركان في الجيش ينظرون بدهشة إلى الهجمات الأخيرة على القيادة الأمنية مصادر أمنية قالت إن هناك محاولات لإلقاء المسؤولية عما يحصل على عاطق الجيش ورئيس الأركان أدرك أنه وحده في المعركة وهناك من نصحه بتوشيق كل شيء لربما احتاج إلى ذلك لاحقا الهجوم غير المسبوق على قيادات الجيش قابلته محاولة المستوى السياسي إخفاء المعطيات الحقيقية في شأن الضرر الحقيقي للأزمة على كفاءة الجيش وجاهزيته للحرب معطيات يقول خبراء إنها تجعل من في طهران وبيروت وغزة وأماكن أخرى يتابعون بسرور الجنون الإسرائيلي التقى نائب رئيس الأركان الإيراني العميد عزيز نصير الزادة نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبدالله العتيبي على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية الطرفان أكد دور القوات المسلحة المهم في مواصلة الحوار وعملية السلام في المنطقة والتعاون بين الملحقين العسكريين ويعد هذا أول لقاء عسكري رسمي بين البلدين بعد استأنف العلاقات الثنائية بينهما المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكارتشي يحذر من الوجود الأمريكي والإسرائيلي والفرنسي والبريطاني في بحر الخليج والمنطقة داعيا إلى المغادرة فورا وفي مقابلة مع وكالة تسليم الإيرانية أكد شاكارتشي أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزر إيرانية مئة في المئة وأن إيران لن تجمل أحدا في ذلك مضيفا أن إيران وصلت إلى مستوى من القوة يمكنها من تحقيق الأمن في أي منطقة ولو كانت بعيدة منها قتل 17 جنديا من النيجر في كمين بجنوب غرب البلاد وهو الهجوم الأعلى حصدا للقتل منذ الانقلاب وبالموازات تتهيأ لجنة رؤساء أركان دول مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس لعقد اجتماع استثنائي في العاصمة الغنية أكرا اليوم وغدا لمناقشة الخطط النهائية لنشر قوات في النيجر بيان خنافر غرب النيجر على الحدود مع مالي هجوم يوقع عشرات الجنود بين قتيل وجريح الهجوم الذي سارع الدول إكواس إلى التنديد به يأتي في ظل توالي فصول الأزمة التي تعيشها البلاد رغم خفوة الحديث عن تدخل عسكري جريدة لوموند الفرنسية أكدت أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرر الامتناع عن استخدام القوة في النيجر ونقلت عن مصادر ديبلوماسية أن الدول الأفريقية لا تريد دعم التدخل لأنه قد يؤدي إلى مذبحة موقف يعززه إعلان رئيس الوزراء المعين في نيامي محمد الأمين زين استعداد المجلس العسكري للإنفتاح على الأطراف كافة واصفا ما تشهده البلاد بالعملية الانتقالية وصلنا حاملين رسالة من رئيس تشياني الذي يعرب عن تضامنه وأخوته مع تشاد وطلب مننا تجديد مشاعر حسن الجوار والأخوة الطيبة بين البلدين نحن في خضمن عملية انتقالية وأكدنا استعدادنا للبقاء منفتحين وللتواصل مع جميع الأطراف دوليا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يؤكد أن بلاده ما زالت تركز على الدبلوماسية سبيلا لعودة النظام الدستوري في النيجر فيما يعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي لمالي أهمية التسوية السلمية للوضع في النيجر في ظل ضبوية الوضع على الساحة في النيجر تستعد نيامي إلى تجديد جماعي للمتطوعين لمساعدة الجيش في مواجهة أي تهديد من قبل إكواس نحن لا نهتم بإكواس فهي شكلت خصيصا لتناسب الرؤساء في السلطة ونحن لا نحتاجها سواء تدخلت إكواس أم لا فأن النيجر مستعدة لجميع الخيارات نحن جاهزون أحب أنا وأولاد هؤلاء الجنود وأدعو الشباب للانضمام إلى الجيش وتطوير بلدنا وقرعنا هذه المواقف تعكس تأييدا متزايدا لدى سكان النيجر للسلطات الجديدة ودعما لها في مواجهة أي تدخل عسكري خارجي هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه قتل أربعة مخربين أوكرانيين كانوا يحاولون التسلل من أوكرانيا إلى منطقة بريانسك الحدودية بيان الجهاز أشار إلى أنه أحبط وقوات تبعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة ستارودوبسكي الحدودية أحبط محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل إلى أراضي روسيا كما أشار إلى العثور على أسلحة أجنبية ومتفجرات ومعدات اتصال وملاحة ورأى الأمن الفيدرالي أن هذا الأمر يشهد على الاستعداد بهدف تنفيذ استفزازات وأعمال تخريب في الأراضي الروسية أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس هاركوزي أن شبه جزيرة القرم أرض روسية واصفا فكرة عودتها إلى أوكرانيا بأنها محض وهم وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو قال ساركوزي أن إجراء استفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي ضروري من أجل تأكيد الوضع الراهن داعيا أيضا إلى إجراء استفتاءات مماثلة في المناطق الروسية الجديدة من أجل إغلاق ملف إعادة هذه الأراضي إلى أوكرانيا نهائيا وبأسلوب شفاف نفى منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي الأنباء المتعلقة بانضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو شرطة تنازل عن جزء من أراضيها لروسيا وأكد كيربي أن لدى أوكرانيا مستقبلا في حلف الشمال الأطلسي وذلك تعليقا على عدم استبعاد مدير مكتب الأمين العام لحلف النيتو ستيان يونسن انضمام أوكرانيا إلى الحلف مقابلة تنازلها عن جزء من أراضيها وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إبحار أول سفينة شحن من مناء أدس على البحر الأسود بالرغم من التهديدات الروسية بأنها خطوة مهمة لحرية الملاحة البحرية قبل تسواحي الأوكرانيا وقال أن أوكرانيا خطط للتو خطوة مهمة على صعيد سعادة حرية الملاحة في البحر الأسود الليلة الماضية استهدف الإرهابيون الروس مرافئنا والبنية التحتية التي لا تضمن الأمن الغذائي العالمي وفي شهر واحد منذ تدمير روسيا مبادرة حبوب البحر الأسود شن الروس سبع هجمات على موانئنا كل هجوم روسي على الموانئ الأوكرانية يمثل ضربة لأسعار الغذاء العالمية إنه ضربة للاستقرار الاجتماعي والسياسي في أفريقيا وأسيا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الوضع الإنساني المتأزم في إقليم ناكورنو كارباغ بين أذربيجان وأرمينيا بناء على الطلب الأخيرة مكتب تنسيق المعاونات الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أكد الحاجة الملحة إلى إدخال المعاونات الإنسانية إلى الإقليم في الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن يتعين على الأطراف عدم عرقلة أو تسييس الجهد الإنساني المبني على المبادئ الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ليست اعترافا أو شرعنة فهي لا تنحاز لطرف ولا تخضع لنفوذ السياسي وسيواصل مكتب أوتشا التشاور مع الطرفين بشأن إدخال المعاونات من أجل تلبية احتياجات المدنيين الأساسية في المنطقة كما أن فريق العمل في كل من أرمينيا وأذربيجان يبقي كل القذوات مفتوحة مع سلطات في الدولتين في الولايات المتحدة طلبت المداعية العامة تحديدا رابع من أذر مارس المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب فيما يعرف بقضية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا في حال وفقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية ثلاثاء الكبير وهو اليوم الذي ستصوت فيه أكثر من 12 ولاية أمريكية في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح رئاسي عن الحزب الجمهوري تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من نظره التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية التونسي نبيل عمار وكان سعيد قد كلف عمار بالقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا حاملا رسالة إلى الرئيس تبون وتعد هذه أول زيارة لعمار إلى الجزائر مذو تعيينه في منصبه في فبراير شباط الماضي الكشف عن عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية تنشط بين تونس وتركيا قضية ما زالت قيد التحقيق في تونس في ظل توقعات بارتفاع عدد المتورطين فيها تقرير عماد الشتارة من عمل أمني لكشف خلية تعمل لاستقطاب ضحايا للتبرع بالأعضاء في الوسط الغربي للبلاد يتطور الملف يتعلق بمافيا للاتجار بالبشر يقودها شخص تركي الجنسية يساعده في عمله شخصان من موريتانيا وليبيا وأربعة تونسيين عصابة تنشط منذ عام 2018 ويبدو أن ضحاياها بالعشرات حالات الاضطراب المجتمعية التي تفسرها المتغيرات السوسيولوجية تبرر هذه الحالات الشاذة خاصة في ظل تلامي تأثير العصابات الإرهابية وإدخالها لكامل المنطقة بعد 2011 في كل دول عربية التي كانت مغلقة أمام عصابة المخدرات وتجارة البشر وتجارة أعضاء البشر أصبحت معنية بسبب ضعف الدولة المركزية ومؤسساتها الرسمية الواجهة البراقة لزرع الأمل التي تقدم تركيا كأفضل الوجهات في العالم لزراعة الأعضاء تخفي عملا إجراميا في الاتجار بالأعضاء البشرية وجريمة عابرة للحدود عادة ما يعاني ضحاياها مضاعفات صحية خطرة إن لم يتطور الأمر إلى عجز يتهدد الحياة تورطت بها أطراف سياسية كبرى وسيتم الكشف عن حقائق صادمة في هذا الموضوع باعتقادي أن ما تم الكشف عنه هو بداية تحرر النيابة العمومية وقوات الحرس والأمن الوطني من هيمنة لعصابات دولية كانت تقوم بالإجار بالأعضاء البشرية هؤلاء في أغلبهم من مناطق الجنوب الغربي والوسط الغربي وكان يتم إرسالهم إلى تركيا من أجل أن يتم انتزاع الأعضاء منهم أسماء عديدة قد تكشفها الأبحاث الأمنية بالتورط أو توفير الغطاء السياسي فيما تلزم المنظمات الوطنية الصمتة في انتظار مزيد من التفاصيل التي تحيط بهذا الملف الخطر إلى تعاون جد مع الانتربول تحتاج الأبحاث الأمنية لجلب الأجانب المتورطين في قضايا التجار بالبشر والتحقيق معهم يكون مراقبون حتى تتضح أركان الجريمة الخطرة وتتقدم الأبحاث باتجاه كشف جميع المتورطين وإحالتهم على القضاء أعمى تشترى تونس الميادي ارتفعت حصيلة الاشتباكات الأخيرة في ليبيا إلى خمسة وخمسين قتيلا ومائة وستة وأربعين جريحا وفق مركز طب الطوارئ والدعم الحكومي وعاد الهضوء الحذر إلى العاصمة الليبية ترابلوس بعد إفراج قوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي عن قائد اللواء 444 محمود حمزة دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبورغ أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى البناء على الإنجاز الذي تحقق في اليمن من خلال نقل النفط من الناقلة صافر بسلام شكرا لكل من ساعد في العملية إن نقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى حالة دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية أقدم تهانية لحكومة اليمن ولأنصار الله على تسهيل إنجاز هذه المهمة إن مواصلة الدعم الذي قدمه مجلس الأمن الدولي ستكون حيوية بالنسبة إلى تشجيع الأطراف على توفير البيئة الملائمة للتقدم نحو تسوية سلمية معمرة تلبي تطلعات نساء ورجال وشباب اليمن وإلى التذكير بأبرز العنوين شهيد فلسطيني في جنين من خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المدينة في أول لقاء عسكري رسمي نائب وزير الدفاع السعودي يلتق نائب رئيس الأركان الإيراني في موسكو وتأكيد دور القوات المسلحة في مواصلة الحوار قادة الجيوش في إكواس يجتمعون في غانا اليوم لبحث نشر قوات عسكرية في النيجر المزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة